في محاضرتنا اليوم ان شاء الله رح نحكي فيها عن بعض اللي بنعطيها في حالة رح نناقش عدة مواضيع في هذا الشابتر بشكل مختصر يعني رح نحكي عن اهم الادوية اللي بتستخدم رح نحكي عن موضوع الاسد لانه يعني هي رح نناقش اكثر الامراض المنتشرة زي مثلا الواحد ممكن يعاني من زيادة في حموضة المعدة زيادة في رح نتعرف على بعض الامراض اللي ممكن تزيد من حموضة المعدة ناقش بعض الادوية والميكانيزم لالها. كمان في هذا الشابتر رح نحكي عن الادوية المستخدمة اللي هي المضادات التقيق رح نتعرف على بعض الادوية والميكانيزم لالها بالاضافة لبعض ادوية الديارية والكونستيباشا. فهذه هي اهم المواضيع اللي ان شاء الله رح نناقشها في هذا الشابتر. فبداية نبدأ اه مع اهم الامراض وهذا اللي رح نناقشها اللي هي مشاكل اله بيكون في مشاكل ما بين احنا بنعرف انه الاستومك والايزوفيغاس بيربط بينهم صمام. صح? اللي هو اللور ازوفيغاليس فيكتر. ففي بعض الاحيان مثلا اه ممكن يكون فيه زي ارتخاء في الصمام مش كلي بها الصمام اه ونتيج لزيادة حموضة المعدة. ففي بعض الاحيان ممكن يصير فيه زي ريفلاكس زي فيه ارتجاع اه الحمض الموجود في المعدة باتجاه باتجاه المريم. حالات مثلا البيبتيك السر. اه سواء كانت اه جاستريك السر او دجنال السر. اه الها كثير من من الاسباب ممكن مثلا تكون ناتجة عن استخدام المسكنات. الانسيس ممكن تكون ناتجة مثلا عن سموكينج عن بكتيريا الانفكشن وغيرها. اه النوزيا والاميسس. النوزيا والفوميتينج. اه برضو رح نناقش الادوية اللي بتستخدم في هاي الحالات الدياريا والكونستيباشن. الاسهال والامساك. بداية رح ناخد اول جزء منها اه هذا الامراض اللي هي البيبتيك السر. في حالات البيبتيك السر ممكن تكون يعني اشهر اه الاسباب اللي بتأدي للبيبتيك السر هو الاصابة باليتش بايلولي. هي نوع من انواع البكتيريا. هاي البكتيريا موجودة بشكل طبيعي في جسمنا لكن ممكن في بعض الاحيان يكون في بعض العوامل اللي ادت الى زيادة تكاثر هاي البكتيريا في عملات الامفكشن. طبعا هم بيعتبروها من جرام نيكاتف انروبيك بكتيريا. اه هاي البكتيريا اه موجودة في من الاستمك. هلا الاستمك بجزقوها الى ثلاث اجزاء. الجزء الاخير بسموها او نسبة الى تواجد هاي البكتيريا. يعني بتكون قريبة من الصمام اللي بين الاستمك وبين الاستمك. هيك بسموه البايلوريك سفنكتر. فهاي يعني سواء اسم الاخير جزء من الاستمك او اسم الصمام. هي يعني لهاي البكتيريا. اه طبعا في الفحوصات اللي بيعملوها عشان يكشفوا عن هاي البكتيريا ممكن تكون فحص ستول. ستول اناليسيس. بتبين في بعض الاحيان مثلا ممكن بالاندسكوبي او بالفيوبسي. يعني بيعملو زي منظار او باخدو عينة او باخدو اه مسحة من هاي المنطقة. وبيفحصوها اذا كان مثلا اه في اه تواجد لا الاتشفايلوري. اليوريا بريث تست وهذا يعني زي رأحة النفس بتكون زي اليوريا بسبب زيادة اه اه يعني الكونسنترشن لهاي البكتيريا او زيادة تكاثرها. اه فبتعمل بتكون زي زي اليوريا بيكون عند المريض. فهاي ممكن تكون كمان احد الدلالات على اكتشاف هاي البكتيريا. فهذا بالنسبة اهم الاسباب اللي هو الاتشفايلوري. اه اسباب اخرى للاصابة بالبيبتك الثر هي استخدام الانسيدز. نان ستيرويدل انتي انفلماتوري دراجز. وهدول دراجز رح نناقشه ان شاء الله الشابتر القادم. اه رح نحكي عنهم نحكي عن انواعهم. فاستخداماتهم هدولا المسكينات للاسب اللي احنا كثير بنستخدمهم في حياتنا. لكن على المدى البعيد اه بزيدوا الرزق للبيبتك الثر. رح نعرف الميكانيزم اف اكشن رح نحكيها ان شاء الله محاضرتنا لليوم. اه كمان زيادة في الاسترس. الاسترس بزيد خاصة التأثيراته مثلا على انتاج الكورتزول وبنسبات كبيرة الكورتزول بزيد من افراز البيبسين ورح يزيد من افراز الحامض المعدة فممكن يؤدي الى الاصابة بالبيبتك الثر. الالكوهول والسماوكينج ايضا هدولو بزيد الرزق للبيبتك الثر بالاضافة لبعض انواع لتيومرز. لانه بعض انواع لتيومرز اه في بعض الاحيان ممكن لتيومر نفسه يعني هاي الكتلة نفسها تصير تفرز اكسي اه او تفرز مثلا الجاسترين او البيبسين. ففي بعض انواع لتيومرز بتفرز بعض المواد اللي بتزيد الاسيدة في الاستومة. ومع فترات طويلة ممكن تؤدي الى الاصابة بالبيبتك الثر. هلاء فسواء كان البيبتك الثر او كان الجاسترو ايزوفيغال رفلكس ديسيس . وطالع راح نربطهم مع بعضهم البعض لانه تقريبا المشكلة واحدة. المشكلة انه في زيادة في الاسيدة في المعدة. اه سواء كانت بيبتك الثر راح يزيد الحالي سوء او كمان او كمان كان في الرفلكس ايضا رح يزيد الحالة سوءا فالجولز اوف تيرابي انه انا بدي اقلل الجاستريك اسيد برودكشن يعني كمية اله سي ال اللي بتم انتاجها من الستومت بدي اقلل منها يعني اله سي ال هو حامض يعني حامض قوي فوجود السر وجود تقرحات مثلا في المعدة او في الامعاء وجود هذا الحامض فزيك انه بدي يشرك هاي المنتقى بزيادة في المريض رح يصير يعاني من الام شديدة ممكن في بعض الاحيان توصل انه يصير فيه بليدن يصير فيه دم مع الستول فكل هاي الاعراض بدنا نحاول نقلل منها بتقليل انتاج الجاستريك اسيد تمام ممكن نعمل النيوتراليزيشن للجاستريك اسيد بما انه هو حامض قوي ففي بعض الادوية رح نلاحظ انه هي هاي الادوية هي عبارة عن بيس هي عبارة عن قاعدة فلما اعطي انا قاعدة عند حمل اذا رح يصير فيه نيوتراليزيشن protect the walls of the stomach from the acid والبيبسين ريليز by the stomach وبالتالي هدولة لما اقلل من كمية الاسد والبيبسين رح اعمل protection لجدار المعدة وما رح يصير فيه عندنا زيادة فيه التقرحات خاصة في حالات البيبتيك ألسر او الرفلكس انه يعني نتيجة له انه هذا الحمض المعدة قاعد بيطلع باتجاه المريء اذا والحامض قوي جدا اذا ممكن زي يصير يعمل التهابات في الجدران المريء فما نسميها الاسوفاجايتس تمام؟ هذا بالنسبة ل في غلاج حالات الگاستريك ألسر في غلاج حالات الرفلكس الانهيبترز الگاستريك أسد سيكريشن قبل ما نيجي نحكي عن الأدوية في الأول بدنا نفهم الميكانزم تمام؟ يعني لما نيجي مثلا نفهم الميكانزم انه كيف بتم تصنيع ال-HCL هذا ال-HCL كيف بتم تصنيعه في الاستومة هلا ال-HCL اول معلومة بدنا نعرفها انه بتم انتاجه من خلايا بنسميها ال-parital cells شو اسمها الخلايا؟ اسمها ال-parital cells هاي هي اسم الخلايا اللي موجودة في الاستومة وهاي الخلايا القادرة على انتاج أو تلعب دور كبير في تصنيع ال-HCL على سطح هاي الخلايا هاي الخلايا شايفينها كيف انها وهون هاي المنطقة هون هاي هي منطقة اليومين في الاستومة يعني هي ايش تجويف الاستومة هنا بيكون الطعام بيكون الأسد بيكون كل اشي موجود وين؟ في تجويف المعدة هلا ال-parital cells في بعض المحفزات في بعض المواد اللي بتحفز ال-parital cells على انتاج ال-H plus وطبعا الفلستومة في عندها فيها ال-HCL صح؟ هلا عشان انتج انا HCL بحاجة لل-H plus بحاجة لل-CL minus CL minus موجود فلستومة اذا انا بدأ احاول انتج من ال-H plus حتى يمسك بال-CL ويصير في عندنا ال-HCL ال-parital cells زي ما حكينا في بعض العوامل بتأثر عليها لانتاج ال-H plus نبدأ مع الأسيطايل كولين الأسيطايل كولين داخل السموث اندو بلازمك ارتكليا فبترتفع مستويات سير تفرضوا لـ ارتفع مستويات الكالسيوم بتحفز انزايم اسمه البروتين كاينيز مين تحفزه؟ الكالسيوم اذا نتيج الارتفاع على الكالسيوم صار في عندنا activation للبروتين كاينيز البروتين كاينيز بروح بيعمل ال-fosphorylation لمضخة بنشط مضخة اسمها مضخة H plus potassium pump او مسميها البروتون بومب هي مضخة البروتون هاي المضخة شو بتعمل؟ بتخرج ال-H plus وبتدخل بوتاسيوم تمام؟ اذا الأسيطايل كولين ارتبط مع الرسبتر تبعه لما ارتبط مع الرسبتر صار في عندنا زيادة في مستويات الكالسيوم داخل الخلايا زيادة مستويات الكالسيوم عملت على تنشيط انزايم اسمه البروتين كاينيز وهذا البروتين كاينيز هيعمل فosphorylation لمضخة البروتون بومب فبهاي الحالة الأسيطايل كولين شو عمل في مستويات ال-HCL الأسيطايل كولين بزيد من مستويات ال-HCL الأسيطايل كولين بزيد من مستويات ال-HCL يعني زاد من كمية ال-H plus اللي صر لها ريليز ال-H plus بروح ويرتبط بال-CL بيونتج عنا ال-HCL من تقريبا بيشتغل زي الأسيطايل كولين هو ال-Gastrine أيضاً ال-Gastrine لما بيرتبط مع ال-R receptor اللي لقله بيحفز الخلايا على زيادة مستويات الكالسيوم داخل الخلية الكالسيوم لما بيزيد داخل الخلية هيزيد من ال-activation لبروتين كاينيز وهذا البروتين كاينيز هيعمل الفوسفر لشنا نضمط وبالتالي رح يزيد من ال-H plus secretion فصار في عنا زيادة في ال-H plus secretion إذن صار في عنا زيادة في كمية ال-HCL فعنا كمان ال-Histamine ال-Histamine أيضاً هذا ال-يعتبر Neurotransmitter Vasodilator حكينا عنه كيف يشتغلوا وحكينا لما في ال-Uber respiratory tract حكينا لما بنعمل بلوك لل-Histamine على ال-Type 1 receptor لكن ال-Histamine الموجود في ال-Stomach هو Type 2 Type 2 receptor فبيجي ال-Histamine بيرتبط مع ال-Receptor اللي 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 له لكن الميكانيزم شوي مختلفة الميكانيزم بال-Histamine إنه رح ال-Receptor تبعه شايفين ال-Receptor تبع ال-Histamine هذا Kabalt with G-Protein شي يعني Kabalt with G-Protein يعني من جو الخلية مرتبط مع بروتين اسمه G-Protein بس أي نوع من ال-G-Protein ال-Stimulatory G-Protein واضح؟ إذن ال-Histamine بيرتبط مع ال-Receptor اللي تبعه هذا ال-Receptor Kabalt with G-Protein يعني من الداخل مرتبط مع بروتين اسمه G-Protein أي نوع من ال-G-Protein ال-Stimulatory يعني لما بيرتبط ال-Histamine مع هذا ال-Receptor بصير فيه Stimulation لل-G-Protein واضح؟ بصير فيه Stimulation لل-G-Protein طيب G-Protein صار active شو رح يعمل هذا ال-Protein؟ طبعا هو 3-Sup units Alpha و Beta و Gamma فتيجي Alpha Alpha بتروح على Enzyme اسمه ال-Adenyl Cyclase بتعمله Activation تمام؟ إذن ال-Histamine نشط ال-G-Protein اللي هو ال-Stimulatory G-Protein بعد مرتبط بال-Receptor تبعه ال-G-Stimulatory Protein رح نشط Enzyme اسمه Adenyl Cyclase وال-Adenyl Cyclase شو أهميته؟ أهميته إنه يحول ال-ATB ال-Adenosine Triphosphate إلى Cyclic AMB Cyclic Adenosine Monophosphate بصار Cyclic AMB زادت نسبته شو بيعمل Cyclic AMB بيروح على ال-Berotein Kinase بيعمله Activation وبعد ما اتنشط ال-Berotein Kinase إذن رح يعمل Phosphorylation لهال-Pump إذن رح يزيد من مستويات ال-H-Plus Secretion واضح إذن صار في عنا ال-Acetyl-Coline وال-Histamine وال-Gastrine هدول الثلاث مالهم زادوا من كمية ال-H-Plus اللي بيصر لها الثلاث ال-Histamine بعد ما بيرتبط مع الرسبتر طبعه اللي هو جي بروتين رح يعمل Activation للأدلين سايكليز بالأدلين سايكليز هذا الإنزيم بحول ال-ATB إلى Cyclic AMB وال-Cyclic AMB لما بترتفع مستوياته رح يزيد ال-Active للبروتين كينيز والبروتين كينيز بيجي بنشط البروتين بامب البروتون بامب وبالتالي رح يزيد من مستويات ال-H plus هلا هدولة التلاتة حكينا شو بيعملوا بزيدوا من إفراز ال-H plus بيضل لعنا الموليكيول أو المركب الرابع اللي بنسميه البروتون بروستغلاندين E2 بروستغلاندين E2 هذا الموليكيول لما يجي يرتبط مع الرسبتر طبعه الرسبتر طبعه كبلد ويجيب روتين بس من النوع ال-Inhibitori رستغلاندين لما بيرتبط بالرسبتر هو الرسبتر كبلد ويجي انهيبتور جي بروتين يعني هذا النوع مثبت الجي بروتين المثبت إذن لما يصير في اكتيفيشن لهذا الرسبتر وهذا الرسبتر كبلد ويجي بروتين من النوع ال-Inhibitori تمام إذن ما رح يتم تنشيط الأدن للسايكليز ما رح يتم إنتاج السايكليك A&B ما رح يتم تنشيط البروتين كينيز ولا البروتون وبالتالي رح يكون في عنا ديكريز في ال-ATCH بلاس سيكريشن فهذا اشتغل عكسهم هذا بيقلل من ال-ATCH بلاس سيكريشن واضح فالبرستغلاندين E2 الرسبتر تبعه كبلد ويجي انهيبتور جي بروتين إذن هذا الجي بروتين المثبت يعني رح يمنع ال-Adenyl سايكليز وبالتالي رح يمنع تحول ال-ATB إلى سايكليك A&B إذن ما رح يتم تنشيط البروتون البروتين كينيز ولا رح يتم تنشيط البروتون وبالتالي ما رح يكون في عنا H-Bless سيكريشن واضح فهدول التلاتة زادوا من كمية ال-H-Bless والبرستغلاندين قلل من كمية ال-H-Bless قبل ما نروح للأدوية منطقيا مريض عنده زيادة في حموضة المعدة لما أنا بدي أقللها إذن بدي أعكس هاي التأثيرات صح؟ يعني بما إنه الأسيطايل كولين بيزيد من حموضة المعدة إذن بدي أعطي إشي بيعمل بلوك على الأسيطايل كولين بما إنه الهيستامين بيزيد من حموضة المعدة إذن بدي أجيب دواء يعمل بلوك والغاسترين نفس الشي بس إحنا رح نحكي عن الأسيطايل كولين والهيستامين وبما إنه البروستاكلاندين E2 بيقلل من حموضة المعدة إذن بدي دواء يشتغل إيه؟ أجونست صح؟ بدي دواء أجونست للبروستاكلاندين E2 ريسبتر لأن البروستاكلاندين E2 ريسبتر هذا بيقلل من كمية الأسد إذن بدي أشي نشطه لأنه بيقلل هو بيمنع إفراز الأسد تمام؟ فبعمل بلوك للأسيطايل كولين والهيستامين وبعمل السيميونيش للبروستاكلاندين فهنا هاي الميكانزا وفي بعض الأدوية شايفين هاي المضخة اللي بتدخل الأتش بلس للخارج وبتدخل بوتاسيوم للداخل فأجي بعمل بلوك لهاي المضخة حتى لو صار مثلا الأسيطايل كولين أو الهيستامين أو القاسترين ارتبطوا وحفزوا بروتين كاينيز وجيت عملت بلوك لهاي المضخة إذن ما رح يصير في عنا ضخ لمين للأتش بلس للخارج فبالتالي كمية الأتش بلس اللي رح يصير الهيراليز رح يتقل فهاي مين اللي الميكانزامز اللي بتشتغل فيها الأدوية ورح نحكي أمثلة على هاي الأدوية فعنا مثلا دايسايكلومين هذا بيجي بيعمل بلوك للكولينيرجيك ريسبتر مش هلا إحنا متفقين الأسيطايل كولين الريسبتر تبعهم بشكل عام اسمهم كولينيرجيك صح؟ الريسبتر تبع الأسيطايل كولين اسمه كولينيرجيك فبنحطي أنتي كولينيرجيك في عنا مثلا أدوية الهيستامين هدول الأنتي هيستامين بس أي نوع من الهيستامين الـ H2 ريسبتر واضح الـ H2 ريسبتر لأنه الهيستامين ريسبتر تايب 2 في عنا كمان أدوية على على الريسبتر تبع البرستغلاندين E2 زي الميذوبرستول برضو رح نحكي عنه وفي بعض الأدوية اللي بسميها البروتون بامب انهيبيترز بروتون بامب انهيبيترز هاي المشموعة بتعمل انهيبيش للبروتون بامب زي الأومبرازول والاسمه برازول والفانتو برازول لانسو برازول هدولة كلياتهم أدوية تجي بتعمل بلوب للريسبتر هادا او هاي المضخة واضح فبالنهاية التأثير اللي بدي هو انه أقلل من الـ HCL اللي موجود في في اليوم من تبعه الاسطمك واضح في حد عنده أي سؤال على هاي الرسمة هلأ قبل ما أنتقل بس آخر معلومة بتحكيها عنها عن بروستغلاندين E2 هلأ ليش مثلا المسكنات المسكنات الأنسيتز بتأثر على المعدة يعني بأثلا بيجي بيحكي لك حبت المسكن مثلا تروفة خدها معده ملانير وخد مثلا معاها دوة للمعدة ليه شو الميكانيزم هلأ رح نشرحها بالتفصيل في شابتر الأنسيتز لكن بس عشان لأنه رح نذكرها هون أو انذكرت هون أنه الأنسيتز بتعمل انهيبشن الأنسيتز شو بتعمل الأنسيتز هي بتقلل من مستويات البروستغلاندين هلأ البروستغلاندين هو بيقلل من الأش بلس صح يعني كأنه بروتكتف كأنه بيحمي المعدة من زيادة الأش بلس طب إذا أنا قللته منعت إنتاجه إذن الأفكت أو الطريق اللي بتقللي من الأش بلس راحت راحت التأثير السلبي إذن صار في عنا إيش صار في زيادة في إفراز حموده الأش سي أل اللي في المعدة واضح فهاي هي الميكانزم للأنسيد الأنسيد بتعمل بلوك للبروستغلاندين بروستغلاندين أنا بعرف إنه بيقللي من حمودة المعدة طب إذا راح إذن التأثير اللي بيقللي راح إذا راح يصير في عنا زيادة في إنتاج حمودة المعدة فعشان هيك الأنسيد ممكن إنها تزيد الحالي سوءا عند مرضى اللي عندهم الببديك آلسر لأنها حتزيد من إفراز حمودة المعدة أو راح تقللي من المركب اللي بيقلل من الأتش الأتش بلس سيكريشن وتحط فيمتوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 أشتركوا في القناة انهيبشن او بعمل استيميوليشن للرسبتر او بعطي مثلا زي مادة هاي المادة بتشتغل زي البروستغلاندين اي تو فبتيجي بترتبط مع الرسبتر فبصير فيه انهيبشن للسايكليز وبالتالي انهيبشن للبروتون بمب يعني ما بصير تخرج كميات من الاتشي بلس تمام هلا نبدأ مع اول مجموعة هي مجموعة اللي بتعملهم اللي هي على الهيستامين بتجي بتعمل بلوك للهيستامين اي نوع من الرسبتر السبعون الهيستامين اللي هو تايب 2 بتعمل اللي نسميهم الاتش تو رسبتر بلوكارز الاتش هي الهيستامين هيستامين تو رسبتر بلوكار يعني رح تيجي على الرسبتر تايب 2 تبع الهيستامين وتعمل له بلوك من الامثلة عليه الراني تدين والفمو تدين يعني ممكن اكثر شي بتسمعوا بالران دين او الفمو دين هدول ادوية المعدة واحد عنده زيادة مثلا في الحموضة بحكي لو روح خد لك حبة فامودين او حبة مثلا رانبين فهدولة من الأدوية المستخدمة في التقليل من حموضة المعدة فهدولة بيعتبر كومبوتتف انهيبيترز على الاتشتور سيبتر يعني بيجو على الاتشتور سيبتر هونو بيعملولو بلوك رزولتينج ان مارك ديكريز في الجاسريك اسيد سيكريشن من البرايتالسل واضح؟ اذا هدولة الفامودين او الراني تدين الميكانيزم اف اكش اللي لهم اللي هم بيعملوا بلوك للاتشتور رزولتر وبالتالي رح يقللوا من كمية الاتش بلس اللي رح يصير لها سيكريشن يعني في حالات الليل يعني مثلا مرات الواحد بالليل ممكن يصحى فبيكون في عنده زي زيادة في حمودة المعدة خاصة مثلا اللي بتعشى متأخر او مثلا اللي باكل من الاكل المكالي او مثلا الاكل هذا اللي بيجي جاهز واللي فيه زيوت تمام؟ كل هاي الاكل ممكن انه يزيد من حمودة المعدة تمام؟ فلما مثلا نبتاخد الحب تلفامودين طبعا ديروا بالكم هدولة المشموعات من الادوية المفروض انه احنا ناخدها قبل الاكل تقريبا بنص ساعة حتى تقدر تعمل ببلوك يعني مثلا لما بتيجي بتاكل فعالاكل لازم ساعة قبل الاكل اللي يجي ناخد هاي الادوية عشان نمنع ونقلل من كمية الاتش بلص اللي بيصير لها لانه كمية الاتش بلص اللي بيصير لها بتزيد بعد الاكل فلو اجيت مثلا انا اخدت هذا الدواء ومباشرة اكلت او مثلا اكلت وبعدين اخدت الدواء على الفاضي يعني صار في عنا زيادة في الاتش بلص سيكريش فانت بدك تشتغل قبل ما يتبلش هاي الخلايا تعطينا الاتش بلص تمام فادولة الفامو تدين ورانو تدين افكتف في حالات الناكتشيرن الاسد سيكريشا لانه في حالات الناكتشيرن الاسد سيكريشا عادة اللي بيكون مسؤول عنه هو الهيستامين لكن مثلا بعض انواع يعني الزيادة في الگاستريك اسد خاصة اللي بتكون بعد الاكل يعني مثلا واحد مثلا بيجي بوكل فبحس انه دايك من معده صار في عنده زيادة في حموضة المعدة فبهاي الحالة الفامو تدين والرانو تدين هم بيعطوا افكت لكن ما رح يكون الافكت قوي تبعهم الافكت ما رح يكون قوي لانه في هاي الحالة برضو الگاسترين والأسيتايل كولين رح يعطونا زيادة في الاتش بلس يعني انت يجي تعمل بلوك للهيستامين لحالهم ثم الاسيتايل كولين والقاسترين قاعدين بيرتبطوا وقاعدين بيزيدوا من كمية الاتش بلس اللي بصالها سيكريشا صح؟ فيعني صرف عندك زي ثلاث طرق بيزيدوا من الاتش بلس انت سكرت واحدة طب ما عندي الكنان طريقين بزيدوا صح؟ ففي حالات الميل استيموليتد أسيد ريليز يعني لما انت بتيجي بتوكل وصير في عندك زيادة في الأسيد ريليز ما بيكونوا كثير يوسفل لانه هاي البروست برضو بتعتمد على الگاسترين والأسيتايل كولين وضحات إذن لما بيصير في عندك زيادة في تموت المعدل اللي بعد الأكل صارت بسبب الهيستامين والجاسترين والأسيتايل كولين بتيجي تعمل بلوق للهيستامين لحاله ما رح يكون افكتب ما عندي طريقان كمان شغالين هاد لها صح؟ فمش كثير حيكونوا افكتب لكن اللي منيش فيهم أو الحلو فيهم دول الأدوية إنه تأثيرهم سريع تمام؟ يعني بيعطيك تأثير ما بيكون تأثيرهم سريع لأنه انتصاصهم بيكون أسرع فبالتالي رح يعطونا تأثير أسرع مقارنة مثلا لو تيجي تعمل بلوق لهاي البوم واضح؟ فالهيستامين ريسبتر بلوكرز تأثيرهم بيكون يعني خلال دقائق خلال ساعة بيكون يعطيه تأثير وضحات الهيستامين هيستامين بلوكر نحفظ الفاموتيدين والرنيتيدين وهنا معطيكم السيميتيدين انت حفظوا هدول السيميتيدين كان زمان مستخدم بس السايد ايفكتس لإلوه الانتر اكشنز كثيرة فسحبوه من السوق فعنا الرنيتيدين والفاموتيدين هدول هم الاتشتوريسبتر إبلوكرز فإيش باستخدمهم؟ باستخدمهم في حالات الرفلاكس غاس إزوفاجايتس اللي هي صار في عنده زيادة في حمودة المعدة وطلع باتجاه المريء فصار فيه التهاب في المريء نتيجة زيادة الحمض تمام؟ فصار فيه الحمض طبع المعدة زي كأنه صار يجرح في طبقات الإبيثيليا أو اللاينينج اللي هي بطانك الزوفيغاس المريء فصار فيه التهاب في حالات مثلا البايل ريفلاكس غاسترايتس في حالات البايل ريفلاكس غاسترايتس إنه الطعام أو المواد اللي صارت موجودة في الانتستن رجعت باتجاه وين؟ باتجاه الستومك فممكن في بعض الحالات تصير فيه غاسترايتس والبايل مثلا فيها بعض المواد الدهنية أو مثلا اللي ممكن إنها تزيد من إفراز حمودة المعدة فبرضو ممكن الأجتو بلوكرز بيكونوا إفكتيب في هاي الحالة في حالات مثلا مرات مثلا الواحد لما يجي يعمل ليش مثلا يعني بيحاولوا إنه يتجنبوها يعني كيف مثلا مرات الواحد بيجي الطفل ولا حدا بيخربط فعل بالدواء شرب في بعض زمان كانوا يحبولوا مثلا استفرغ بيكون أفضل لا مش أفضل لأنه في هاي الحالة نتيجة الاستفراغ ممكن في بعض هاي يعني أنت قاعد بتتخرج من الكونتنت تبعة المعدة صح؟ والكونتنت هاي محتويات المعدة اللي انت قاعد بتتخرجها بالفوميتاس هاي ملانح HCL ففي بعض الأحيان ممكن تروح باتجاه الممرات الهوائية فوجودها باتجاه الممرات الهوائية والأجسي الحارق يعني قدمه حمض قوي ممكن يحرق فلنه راح باتجاه الممرات الهوائية ممكن يعمل التهابات ويوصل للنغ ويعمل ليمونايتس واضح؟ فعشان هيك نحاول قدر الإمكان يعني نتجنب الفوميتنج ففي بعض الأدوية اللي ممكن تقلل للفوميتنج لأنه ممكن تعمل إسبايريشن نيمونايتس يعني زي انه هاي المحتويات تبعات الفوميتاس أو تبعات المعدة مع الHCL راح تروح باتجاه الريسبيورتوري سيستم كمان في حالات الاسترس ريليتد غاسترايتس يعني مثلا بعض المرضى اللي بصير في مثلا عندهم شوك أو بيعملوا سيرجري هلأ كثير مثلا من المرضى اللي بروح مثلا بيعملوا عملية ولا مثلا تعرض لأي استرس في حياته رح يصير في عنده زيادة في إفراز حامض المعدة فنتينشت مثلا هذا الزيادة في الإفراز وبنعطي الH2 blockers بيكونوا effective كمان في حالات بروفيلاكسس للريكرانس الألسر يعني مثلا انه المريض اتعالج من الألسر لكن في رسك انه يصير في ريكرانس يعني ترجع مرة تانية ينصاب بالألسر مرة تانية طب يعطوهم Asprophylaxis كوي قاية واضح فكلياتهم يعني نت افكت لقلهم انه يعني اي عوامل ممكن تزيد من إفراز الHCL الH2 blockers بتقلل منه وتحط المجموعة الثانية اللي رح نحكي عنها هي المجموعة اللي بتشتغل على البومبوم البروتوم بومب انهيبيترز يعني سواء كان التأثير من الجاسترين أو من الهيستامين أو الأسيطايل كولين التأثير رح يكون على انه اعمل بلوق لهاي البومب وبالتالي ما في عنا زيادة في انتاج الH plus ورح نشوف انه هاي المجموعة اللي بتعمل بلوق لهاي البومب هي مجموعة قوية يعني بيعتبروها من أقوى الأدوية اللي بتقلل من إفراز حموضة الHCL في المعدة واضح؟ يعني مثل الهيستامين يعني ممكن اعمل بلوق للهيستامين بس في تأثير للأسيطايل كولين والغاسترين مثلا صح؟ هدولا رح يزيدوا من إفراز الH plus لكن لما أعمل بلوق للبومب يعني أنا عملت زي كأني سكرت الطريقة الرئيسية من وين ما اشيت طريقة الرئيسية مسكرة واضح؟ فهاي تعتبر مجموعة قوية نيجي نتعرف عليهم عندنا الأوميبرزول والاسمه برزول لاحظوا بتنتهي في مقطع برزول لا في لا هاي المادة هي مادة فاينل رح تيجو على مادة الفاينل في بعض أنواع الأنتفنجل أيضا رح تنتهي في مقطع أزول فكونوا متبهي لإلهم تمام؟ فالأوميبرزول والاسمه برزول هدولا هم أمثلة على أدوية منسميهم بروتون بومب انهيبيترز أو منسميهم بي بي اي منختصرهم بي البي بي اي اللي هي بروتون بومب انهيبيترز هلأ هاي المجموعة من الأدوية شو بتعمل تعمل الريفيرسابل انهيبيتر لمين للبومب اللي هي المضخة اللي بتضخ الاتش بلس وبتدخل البوتاسيوم لداخل البرايتالسلز واضح؟ فهاي البروتون بومب هاي البروتون بتخرج الاتش بلس وبتدخل بوتاسيوم صح؟ فشو بتعمل هدول الأدوية؟ بيجي بيعمل بلوك على هاي المضخة وبالتالي رح يقللوا من كمية الأسد اللي بصير الهاريليز لوين لليوم من هون لتجويف المالي الامبرازول بيقلل بيقلل الميل استيميوليتد والبيز الاسد سيكريشن هلا احنا اتفقنا انه الاتش مثلا الهيستامين بلوكر مش كثير بتزبط بعد الاكل يعني للحمود اللي بتنتج بعد الاكل لانه حكينا الحمود اللي بتنتج بعد الاكل ممكن تكون جاي من غاسترين ومن أسيتايل كولين والهيستامين ما بغطي أسيتايل كولين رسبتر وغاسترين رسبتر صح؟ هلا سواء الاتش بلس في مجموعة البيبي ايز سواء كان الاتش سي ال اجه بسبب الاكل او اجه مثلا بين الوجبات حتى لو ما في اكل في المعدة المعدة رح يتفرز كميات لو بسيطة من الاتش بلس يعني مش بس وقت الاكل بتفرزه لأ حتى بين الوجبات بتفرز فهاي مجموعة البيبي ايز بتقلل من كمية الاتش بلس اللي بيصر له سواء بعد الاكل يعني الحمود اللي بتنتج لما انت بتوكل او حتى بين الوجبات لانها سكرت الطريق الرئيسية اللي بتم فيها افراز الاتش بلس فتعتبر من اقوى الادوية المضادة للحمودة مضادة للاتش بلس لكن تأثيراتها ممكن شوي بدها وقت يعني هي بتعطي افكت من اول يوم بتاخدها لكن التأثيرات الافضل او يعني بتحس حالك يعني بلشت بتتحسن او بلشت تشوف تأثير منيح بدها تقريبا ثلاث اربع ايام واضح فهي بتعطي تأثير يومي يعني حتى من لو حبي اخذتها تأثيرها رح تشوف لكن الديزير افكت رح تشوفه بعد ثلاث الى اربع ايام وضحة الميكانزم لالها فبتعمل بلوكلمين ل البروتون فام للمضخ الرئيسي اللي بتخرج الاتش بلس استخداماتها او الانديكيشن نتعرف عليها في حالات في حالات الجيرد في حالات البابتك السر في حالات مثلا السر ديسببسيا اللي هي يعني بصير فيه زي عسر الهض الديسببسيا يعني زي عسر هضم ف بحس المريض مثلا فيه الم في راس يعني في راس المعدة بحس فيه تمام فممكن في بعض الحالات تكون نتيجة يعني تواجد للأتش بلس فايضا رح تكون في حالات مثلا زيادة مثلا حمودة المعدة وصار فيه التهابات مثلا صار فيه غاسترايتس في المعدة نتيجة مثلا لسترس العملية واحد بروح يعمل عملية نتيجة مثلا الخوف والسترس هذا اللي بيكون لنا فترات طويلة وزيادة إفراز الكورتيزول أيضا الكورتيزول رح يزيد من الأتش بلس سيكريشا فهذا المشموعة من الأدوية بيكونوا افكتف وفي حالات مثلا بعض أنواع صح مش حكينا من شوي انه في بعض ممكن انها تزيد من الأتش بلس سيكريشا ففي بعض أنواع التيوبرز اللي هي زولينجر إليسون سيكريشا فهذا التيومر بيكون موجود وين بيكون موجود في السمك فبصير ينتج كميات كبيرة من الجاسترين ونحنا شو حكينا تأثيرات الجاسترين الجاسترين بيزيد من الأتش بلس سيكريشا فلو كان في تيومر اللي هي زولينجر إليسون سيندروم هذا التيومر صار في كتلة مثلا أو في كان هذا صار يفرز كميات من الجاسترين كميات كبيرة فزيادة الجاسترين هيزيد من الأتش بلس سيكريشا فهدول المرضى بعطيهم بروتون بوم انهيبيتر فأنا زي سكرت الطريق على الجاسترين بطل ينتج الأتش بلس فالبروتون بوم زي ما حكينا هي مجموعة قوية سواء كانت الأفكت أجت من الجاسترين من الهيستامين من الأسيطايا الكولين كله ياته أنا سكرت الطريق عليه وضحات الاستخدامات لكن إلها side افكت من side افكت اللي لقيلها تعمل هيدك ممكن تعمل جي اي دي ستير بانس وكمان انه ممكن تزيد من البكتيريا هلأ صحية مجموعة قوية وبتقلل من ال H plus بس ما دنسوا انه ال H plus وال H C المعدة هاي الكبيرة هي تعتبر بيئة غير ملائمة لنمو البكتيريا يعني افرض مثلا انت بتيجي بتوكل اكل وهذا الاكل كان ملوث في بكتيريا البكتيريا لما بتدخل للستمك والحمودة العالية للستمك بتبتل هاي البكتيريا طب اذا انا قللت من الحمودة العالية للستمك اذا ممكن اشجع نمو بعض انواع البكتيريا صح ولا لا فالستمك او حمودة الستمك هو يعتبر جزء من ترك الدفاع عن الجسم بضم مسببات المرض زي البكتيريا صح فعشان هيك ممكن يصير في زيادة في الجرس لبعض انواع البكتيريا بنسبة الانتر اكشن الانتر اكشن للأميبرازول هلأ ممكن تشوفوا هلأ الازمو برازول زي نيكسيوم ما بحرث تسمع فيه نيكسيوم والازوماكس هدول عبارة عن ازمو برازول هلأ المعظم صار يروح للازمو برازول اكثر من الأميبرازول بسبب ممكن يشتغل يعني بأثر على انزيمات الليفر الانزيمات اللي بتعمل الميتابوليزم لبعض الأدوية فممكن الاميبرازول انه يزيد او يقلل من الميتابوليزم لبعض الأدوية فليش اخلي المريض مثلا اصير في عنده مثلا انتر اكشن او اعرضه لسايد افكت يعني ازيد مثلا او اقلل من الميتابوليزم لبعض الأدوية يصير فيه توكسيسيتي تقبره على دو بيأثر على ال انزيمات السيتو كروم تبعات الليفر زي الاسم برازول وفي بعض الدكاثرة صارت تتجه باتجاه البانتو برازول زي البانتو فير وال كنترولر صارت تتجه باتجاه البانتو برازول يعني في اكثر من دو في هاي المجموعة هم يذاكرين لكم باستنا فالأمي برازول يعني استخداماته كثير قلت فواحد من الانتر اكشنز اللي بيعملها الأمي برازول انه بيعمل انه بيعمل انه بيعمل للميتابوليزم للورفارين للورفارين احنا ذكرنا انه انتكو آقولا صح بيكلل او بيعمل يعني لما يصير فيه ديكريز في الميتابوليزم تبعة الورفارين هو مميع اذا هون رح تزيد التوكسيس لتبعة الورفارين صح فممكن انه المريض يعاني من بليدنج فليش اعرض المريض لهاي المشكلة بروح باخد مثلا باستخدم الاسمه برازول باستخدم البانتو برازول فهدولا بيكونوا افضل للمريض فهاي هي بعض الانتر اكشنز لاستخدام الامي برازول هاتتيجي اكثر مع الامي برازول في عنا كمان اذا نحكي نرجع للرسمة عشان نكون فاهمين حكينا عن ادوية الرانيتدين والفاموتدين بتشتغل على الاتش تعمله بلوك حكينا عن ادوية بتيجي على البروتون بومب وبتعمله انهيبشن برضو حكيت لكم انه في بعض الادوية بتيجي اغونست على هذا الريسبتر يعني هي بتشبه البرستغلاندين اي تو وحكيان البرستغلاندين هو بيقلل الاتش فبدنا نتعرف على دواء هذا الدواء بيجي على البرستغلاندين اي تو ريسبتر وبيشتغل ازاي شغله بيقلل من انتاج الاتش بلوك مين هو هذا الدواء الميزوبرستول خلينا نيجي على الميزوبرستول ونحكي عنه هون الميزوبرستول او السايدو ما بعرف ممكن تسمعته فيه هو المثل الانالوج للبرستغلاندين اي تو او اي تو اكتس يعني هو الانالوج يعني مشابه او زي او زي يعني بيشتغل زي شغله تمام شو بيعمل ونحنا اتفقنا انه البرستغلاندين بيقلل مش مرتبط من الداخل مع ال وبيقلل من والبروتين وبيقلل من زي شغله بيقلل من برضو له تأثير ثاني انه بزيد من البيكربونيت والميوكس البيكربونيت هي قاعدة هاي البيكربونيت هي بيس والميوكس اللي هو الطبقة المخاطية اللي داخل المعدة تعتبر لما يزيد من البيكربونيت لو كان في H بلس في او اله سي الفلستومك حيعادلها والميوكس لو كان مثلا في ألسر زي تقرحات في الجدار المعدة وجيبنا طبقة الميوكس هاي طبقة الميوكس غطت الألسر إذن أنا بحمل جدار المعدة من إنه تزيد الألسر إنه يعني زي طبقة عازلة بتصير الميوكس تيجي على الألسر وبتحميها من اله ما يجيش عليها وبالتالي بتحمي إنه جدار المعدة ما يصرش في الألسر فيما الميكنيزم من الميزو بروستول إذن بقلل من الأسر لا بقلل من الأسر لأنه بيشتغل زي زي بروست جلاندين شرحنا الميكنيزم من بروست جلاندين فممكن يعمل ممكن يعمل إجهاض واضح يعني لو ست حامل إنه وحد حامل وأخذت ميزو بروستول أو سايتوتك هيصير في عندها انقباضات قوية في الرحم ممكن تعمل إجهاض عندها خاصة في المراحل الأولى واضح فهذا الدواء ممنوع منعا باتا يستخدم خلال فترة الحامل زمان كانوا يستخدموا ميزو بروستول لعلاج الألثر اللي بتنتج نتيجة الأنسيتس مش حكيت لكم إنه الأنسيتس بتقلل من إنتاج البروستا جلاندين والبروستا جلانين هو أصلا بيقلل الأتشي بلس طب إذا أنا جيت عملت بلوك للبروستا جلاندين إذن الطريقة اللي بتحميلي أو بتقللي من الأتشي بلس راح فزمان كانوا يستخدموه للأشخاص اللي بدلهم ياخدوا أنسيتس ومسكينات هدولة نانستيرويد الانتئين وصارت عندهم ألثر لأنه الأنسيت حكينا بتعمل بلوك للبروستا جلاندين صح؟ فبعطي بروستا جلاندين أنالوج عشان يقللي من حمودة المعنى termination of pregnancy يعني في بعض الحالات مثلا ممكن يستخدم في termination of pregnancy يعني مثلا ست حامل وفي الشهر الثاني بالثالث والجنين توفى مثلا ما فيه نبض فبيعطوها cytotec يعني ممكن في بعض تكاثرة النسائية بيستخدموه termination of pregnancy إذا مثلا الجنين توفى أو ما فيه نبض فبيعطوها cytotec فبينزل لكن ننتبه إنه إذا كان الجنين عايش وست ما عندها مشاكل مثلا الجنين ما عنده مشاكل كاتيجوري اكس ممنوع ينعطمنا عن بات من خلال فترة الحمل فالصايتوتك يعني كان من أكثر الأدوية اللي جدا جدا نكون من تبهين لما نصرفه يعني طبعا شاتة كنترول زي اللي أخدوها لو حكينا عنها في الشباتر الأولى في كثير من الأدوية أدوية كنترول يعني لما تيجي تصرفها وكي تصرفها عشان مثلا إنه فيه رقابة عليها لكن الميزة بروستول أو السايتوتك يعني صح فيه رقابة عليها لكن برضو من ناحية دينية يعني ممكن مثلا تكون منتبه مثلا إنها الرشادة اجت من طبيب نسائية ورشادة مخدومة كل المعلومات المريضة مكتوبة عليها عدد الحبات كده حبة وطريقة استخدامهم جدا جدا كنوا نكون منتبهين لإله لأنه برضو من ناحية دينية ممكن تكون مثلا يعني خارج يعني ممكن مثلا لتعمل أبورشل مثلا ما بدها الطفل أو تكون في مواضيع أخرى ما ندخل في التفاصيل فجدنا نكون منتبهين لدواء السايتوتك فإندكشن أو في ليبر مرات مثلا ممكن بيعطوه في حالات مثلا فلتر يعني ست بدها تولد في الشهر التاسع وخلصت حاملها وبدها مساعدة يعني بدها زي إنه إشي يساعدها يعمل إنقباضات زيد الإنقباضات فممكن برضو بينعطى تمام فإذا في بداية الحمل ممنوع الميزبرستول في بداية الحمل بيعمل أبورشن ممكن ينعطى في بداية الحمل إذا الجنين متوفي وبدنا ننزل للجنين فنهاية الحمل عند الولادة آه بنعطيه مهو بيش بزيد الإنقباضات إذن رح يساعد في عملية الولادة فبيعطوه إنترافاجينا في الفاجينا فبيصير يعمل في العضلات الرحم فبيساعد في الولادة هذا اللي بيعتبروه زي طلق صناعي يعني يعني الست اللي عام عملية ولادة كيسرية قبل ممنوع تستخدمه حتى لو بحاجة ل إندكشن أوف ليبر يعني إنه إيش زي طلق صناعي بيعطوها لأنه ممكن يعمل رابتشر ممكن يعمل زي تمزق في عضلات الرحم ممكن يصير في عندها بليدينغ وتفقد حياتها فاللي عاملة سيزير يعني العاملة قيصرية ممنوع تستخدمه لأنه ممكن يعمل رابتشر زي تمزق في جدار الرحم فهمتهم هدول حدا بده أعيدهم أرد أختصرهم إذن في بداية في بداية الحمل ممنوع بيعمل إجهاد أبورشن إلا إذا مثلا كان في الجنين متوفي نهاية الحمل بنقدر نعطيك كإندكشن أوف ليبر يعني كطلق صناعي بيساعد في عملية الولادة لكن إذا كانت السب عاملة سيزيرين عاملة كيصرية ما بقدر أستخدمه واضح إذا عاملة سيزيرين ممنوع أستخدمه كإندكشن أوف ليبر كطلق صناعي لأنه ممكن يعمل يوتيراين ربتشر الـ ديارية فيه ممكن يعمل ديارية لأنه هيقلل من الحموضة المعدة إجهاد بريماتور بيرث اللي هي الولادة مبكرة إذا رح تفقد الجنين تمام ممكن يأثر على أنه زي تشوهات في الجنين زي تمزق في الرحم تمام فهاي تعتبر يعني زي أنه أنت بتعرض حياة المريضة للخطر فممكن تتوفى هاي المريضة ممكن يصير في عندها واضح خاصة إذا كانت عاملة سيزيرين سي أس ممنوع في البردنونسي كاتوكري هذا بالنسبة الميزو بروستول في عنا كمان بروتكتيف ايجان بروتكتيف ايجان هدولة زي السكر الفيت هلأ السكر الفيت يعتبر بروتكتيف لا الجاستريك يعني لطبقة المعدة هلأ شوفوا كلمة السكر الفيت بس عشان أوضح لكم إياها وتفهم كلمة سكرة الفيت سكرة من سكروز وآل وفيت السكرة هاي من سكروز إذن فيه سكر السكروز الآل هاي من ألمنيوم ألمنيوم هيدروكسايد والفيت هاي من صالفيت وهو يعني زي كأنه كلمة مركبة صالفيت هاي هي أصل كلمة سكرة الفيت فهيذا السكرة الفيت يعني لو صار فيه عندنا ألسر وهاي الألسر كانت ناتجة عن زيادة في الـ H plus الـ HCL كان عالي رح يصير فيه زيادة في البيان عرفنا رح يصير فيه زيادة في الـ inflammation هلأ لما يفوت السكرة الفيت على الاستمك تمام هاي السكرة الفيت هذا الدواء هيدخل على الاستمك تمام شو بيعمل السكرة الفيت بتيج سكرة الفيت هلأ شحنته سالبة شو الشحنة تبعته هو negative negative charge السكرة الفيت رح يزيد من تصنيع الميوكس شو بيعمل السكرة الفيت بيزيد من الميوكس production شو مش عم يكتب منيح والميوكس يحتوي على البروتينات هاي البروتينات شحنتها موجبة تمام في بروتينات الميوكس شحنتها موجبة هاي الميوكس بصير نتيجة زيادة حامض المعدة فلو تم إفراز الـ HCL هون بيجي السكرة الفيت بيمسك مع هاي ميوكس بيعمل زي طبقة عازلة هون فبيحمي هاي المنطقة اللي فيها يعني تخيلوه زي حرق تخيل عندك حرق وجيت حطيت فقيه حامض حمض كوي بيزيد الحرق بزيادة مؤلم جدا طب إذا أنا اجيت عمل الطبقة عازلة بين هذا الحرق وبين الحمض اللي بدي أضيفه إذن أنا منعت أن الـ HCL يوصل لهاي المناطق وبالتالي شو رح يصير رح يصير في يعني أنا كاعد بحمي هاي الطبقة طبقة الألسر من أن الـ HCL يجي يلامسها وبالتالي يتزيد من الألسر اللي موجودهم واضح إذن رح يزيد الثيكنس للميوكوز اللي رح يزيد من إنتاج الميوكس ورح يمنع الـ HCL يوصل لمنطقة الألسر فزي كأنه عمل شو زي كأنه عمل كوت طبقة عازلة منعت الـ HCL يوصل لهاي المنطقة فالسكرة الفيت هي بولي سكراي لأن فيها سكراوز كومبليكس وذ ألمنيوم هيدروكسايد فهيفسرنا سكراوز مع ألمنيوم تمام مع سلفيت جاستري لداخل لداخل الاستماك في الاستماك الألمنيوم بيروح بضل عنا مين بضل عنا السكراوز والصالفيت فبتيجي مثلا كمان مركب بسا كمان سكرا الفيت بيجي بيمسك كمان سكرا الفيت بيجي بيمسك هون فعملش زي ايش زي بوليمر يعني كل السكرا الفيت مسكوا في بعضهم البعض فعملوا زي كوت زي طبقة حامية أو طبقة عازلة هون مثلا سكرا الفيت هون سكرا الفيت وهون مثلا بيجي سكرا الفيت كل ياتهم مسكوا مع بعضهم البعض فعملوا زي بوليمر من السكرا الفيت has a particular affinity for exposed protein في الألسر protect الألسر area from further damage and promotes healing فزي ما حكيت لكم يعني هاي بما معناه إنه السكر الفيت شحنته شحنتهم سالبة والميوكس هو رح يزيد الإفراز الميوكس شحنته موجبة فبيمسكوا مع بعضهم البعض يعني مش بس السكر الفيت بيعمل بوليمر ويجي هون برضه حيزيد من الميوكس اللي معاه فبيعمل زي طبقة حامية طبقة عازلة وبيمنع الدمج وبيموت healing بيحفز من عملية الشفاء من الألسر فهاي هي الميكانزم أوف أكشن للسكر الفيت وضحط في حد عنده سؤال عليها إذاً رح يزيد من الإفراز لبروستغلاندين وإحنا عرفنا إنه بروستغلاندين شو بيعمل؟ بروستغلاندين عرفنا إنه بيقلل من إفراز الأدش بلس يعني السكر الفيت نفسه ما بيشتغل على الأدش بلس هو بشكل زي طبقة حامية يعني زي طبقة جل تمام؟ بوليمر مع ميوكس عمل زي طبقة عازلة عن الألسر لكن إنه تأثيرات إنه بيزيد من إفراز لبروستغلاندين والبروستغلاندين هو اللي بيقلل من الأدش بلس كمان السكر الفيت ممكن يقلل من إنتاج البيبسين أيضاً البيبسين هذا إنزاين بتم إنتاجه في الاستومك بساعد في هضم البروتينات أكثر هذا البيبسين لكن ممكن إنه البيبسين يزيد من إفراز الأدش بلس لأنه البيبسين حتى يصير أكتف بحاجة لأدش سي أل حتى يصير له أكتفاشن كسايد إفكت ممكن يعمل كونستيباشن أو نوزيا فممكن إنه يستخدم في حالات الجاسترايتس خلينا بس نذكر شوي من الأنت أساتس الأنت أساتس هي اللي رح نحكيهونا مشموعة ثانية حكينا عن الأدوية اللي بتشتغل على إنتاج الـ HCL وحكينا عن السكر الفيت اللي بشكل زي كوت زي طبقة عازلة هلأ المجموعة الثالثة اللي بنا نحكي عنها هي مجموعة الـ Anti-Assets 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 يعني هي أدوية مش عنا الأسد الـ H plus هو حامض بدنا نعطي أدوية بتكون basic يعني تكون قاعدة حتى نعمل neutralization بنعمل تعادل واضح إيش الميكانيزم بشكل عام للـ Anti-Assets هي أدوية basic وهاي الأدوية شو بدها تعمل؟ تعمل neutralization للـ Gastric Acid وبالتالي كمان رح تقلل من الـ Pipsine Activity هاي الأدوية تعتبر weak basis كواعد taken orally تيجي على شكل حبوب أو ممكن تيجي على شكل شرابات orally بتتاخل الـ Anti-Assets بتقلل من الـ Pain associated مع الألثر وأيضاً promote healing إذن شو الميكانيزم للـ Anti-Assets هي عبارة عن weak basis رح تعمل neutralization للـ Gastric Acid وتقلل من الـ Pipsine Activity الـ Anti-Assets عادة بنقسمها لمجموعتين زي مثلاً عنا الصوديوم باي كربونات الصوديوم باي كربونات هو أحد أنواع الـ Anti-Assets في عنا كمان الكالسيوم كربونات أو الماكنيسيوم هيدروكسايد أو الألمنيوم هيدروكسايد هدول هم مجموعات الـ Anti-Assets هلأ شو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أو لش قسموهن هيك؟ الصوديوم باي كربونات لما بيتاخذ الصوديوم يعني بيتفككوا عن بعض صوديوم وباي كربونات البايكربونات بتتفاعل مع الـ H+, فرح تتحول الـ H2CO2 فرح بعدها بتتفكك للـ H2CO2 الفرق بينه إنه الصوديوم رح يصر له امتصاص الصوديوم بصر له امتصاص معناته هون أنا بدي أكون منتبهة إنه هاي المجموعة ما أستخدمها لفترات طويلة وبنفس الوقت أكون منتبهة عن مرضى الـ Hyper-Tension واضح؟ عن مرضى الـ Hyper-Tension لأنه زيادة امتصاص الصوديوم ويتبعوا مية رح يزيد من حجم الدم وزيد ضغط الدم تمام؟ المجموعة الثانية بيسموها non-absorbable يعني مثلاً الكالسيوم والماغنيسيوم والألمنيوم لما بتيجي بتعطيه رح يخوا عادلاً بخرجوا بالـ Feces واضح؟ فما رح يصر لهم امتصاص يعني ممكن الماغنيسيوم شوي يصر له امتصاص لكن النسبة مش كثيرة تمام؟ فمجموعة الكالسيوم كربونات والماغنيسيوم هيدروكسيد والألمنيوم هيدروكسيد هدول يعتبرون non-absorbable لكن الصوديوم رح يصر له شوية absorption شوفوا الصوديوم حكناهم مجموعات الصوديوم بيكربونات هدول absorb systemically يعني بصير لهم absorption لاحظوا إنه لما بصير في عنا عملية الabsorption في الاندستم رح يروحوا للcirculation وبالتالي بفضل إنه ما نستخدمهم لفترات طويلة contraindicated sodium bicarbonate في حالات الhypertension لأنه رح يرفع مستويات الصوديوم في الدم هذا مين؟ الصوديوم بيكربونات الكالسيوم كربونات partially absorbed من ال GI tract وبالتالي ممكن يكون شوية systemic effect لكن مش كثير يعني بالعادة ما بصير له ش absorption يعني عادة تروحوا تبحثوا عنهم بحطوهم في مجموعة non-absorbable الكالسيوم كربونات طبعا ما منفضل نستخدمه لفترات طويلة خاصة بسبب إنه يعني كثرة التثبيت إن تعمل inhibition أو تعمل neutralization للأسد في بعض الأحيان ممكن يزيد gastrin release يعني مش إحنا بنستخدم الكالسيوم كربونات الكالسيوم كربونات بيعمل neutralization بيتفكك لكالسيوم وكربونات الكالبونات بروح بتتصل مع ال H plus والكالسيوم بكمل طريقه ممكن يخرج بالفيسس ممكن نصل له شوية absorption وروح للكلة وفي الكلة برضو بدنا ننتبه إنه زيادة مستويات الكالسيوم عند في الكلة ممكن يعمل زي حصوات فانتبه عن مرضى زيادة أخذ الكالسيوم كربونات وعلى فترات طويلة ممكن في بعض الأحيان يحفز إنتاج الجاسترين ونحن الجاسترين شو حكينا بيعمل بزيد من ال H plus secretion إذن إذا بضل أخذ كالسيوم كربونات على فترات طويلة ممكن نسميها ال Rebound Acid Rebound اللي هي إيش؟ زي كأنه صار يشتغل العكس فالكالسيوم كربونات شوية absorption من الجي آي لكن هاي اللي بصرها absorption بتروح على الكلة من الكلة الكلة بتخرجهم بس تخيلوا كالسيوم أملاح الكالسيوم على فترات طويلة ومريض عنده Reinal disease إذن الكلة الكالسيوم رح تصير زي كأنه يعمل حصوات تصير يعمل stones تالي هو Contraindicated Impatients with Reinal disease لأنه في مشكلة في الكيدني مش عم بقدر أتخلص من الكالسيوم بشكل طبيعي فبصير يتراكم تراكم رح يعمل stones صح؟ طيب كمان تأثيرات أخرى إنه ممكن يصير stimulate Gastron disease وبالتالي رح يعمل Rebound Acid Production يعني رح يصير يشتغل في العكس فالكالسيوم كربونات يعني استخداماته قليلة جدا عند مرضى الانتاسيز بما إنه في أدوية أخرى بتعطيني تأثيراتي منيحة وبعرضش المريض لسايد ايفكتس أو لمشاكل ليش أرح أعطي هذا الدواء واضح؟ الماغنيسيوم Hydroxide هذا ما بيصر له Absorption لكن مشكلته إنه ممكن يعمل ديارية الماغنيسيوم Hydroxide بيعمل Neutralization للأسد ما قلوش Absorption بيعتبره من بقدر أستخدمه لفترات طويلة ما في systemic effects لكن مشكلته constipation فالماغنيسيوم Hydroxide ديارية والألمنيوم Hydroxide بيعمل constipation والتنين ما لهم مش absorption والسايد ايفكتس لهم قليلة إذا بقدر أحطهم مع بعضهم البعض واحد بيعمل constipation واحد بيعمل ديارية فأنا بتخلص من هاي المشكلة يعني زيك أني بعض المريض دواء فيه ماغنيسيوم وفيه ألمنيوم والتنين ما لهم مش absorption يعني ما رح يروحوا لل systemic circulation ولا رح يعملوا لمشاكل وواحد بيعمل ديارية واحد constipation فزيك أنهم بيعضلوا بعض صح واحد إسهال واحد إمساك فبالتالي أنا بأثرش على المريض من ناحية كمية السطول اللي بتخرج فعملوهم combination ماغنيسيوم وألمنيوم زي مثلا المالوكس مالوكس بلاس هذا عبارة عن ماغنيسيوم وعبارة عن ألمنيوم حطوهم مع بعضهم البعض في combination واضح؟ خللنا كتير إحنا بس عشان نكون لهذا الشابتر كله يا توم مشروح تحملوني في خمس دقائق هلأ المجموعة الثانية أو التأثير الثاني للأدوية هي اللي بتشتغل على يعني المبتك ألسر الناتج عن وجود ال H-pylori مثلا ممكن تسمع واحد عنده جرثومة معده فبيروح مثلا على الدكتور بيكتب له أو بيوصف له أدوية فهاي الجرثومة المعدة احنا نسميه ال H-pylori هذا النوع من البكتيريا يعني هو مزعج للمريض من ناحية ال GI disturbances من ناحية مثلا الزيادة في حموضة المعدة فهي موجودة بشكل طبيعي عننا يعني هي جزء من المكان في البيلوريك آه 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 جزء الأخير موجودة بشكل طبيعي لكن مرات مثلا في بعض المؤثرات أو risk factors اللي ممكن تزيد من الغرث لهاي البكتيريا ممكن في بعض الحالات الليها علاقة في الimmune system لما يكل الimmune system ممكن يصير في زيادة في الغرث لهاي البكتيريا آه طبعا بما إنها بكتيريا إذن أنا لما بدي أعالج بدي إشي مضاد للبكتيريا صح؟ وبما إنها بتزيد من حموضة أعالج في حموضة المعدة صح؟ فبحتاج أدوية هاي الأدوية antimicrobial وضادات حيوية ورح أحتاج كمان دواء عشان أقلل من حموضة المعدة والتأثير تبع زيادة الأسبسيكريشن فكل ما أنا عالجتها يعني في بعض الناس ممكن تهملها هاي النوع من البكتيريا لكن الأفضل إنه ما نهمل هاي البكتيريا لأنه كل ما أنت عالجتها وتخلصت منها أنت قاعدة بتعمل رابد هيلينج للألسر وهاي الألسر على فترات وزمنات يعني فترات زمنية طويلة يعني حتكون سيئة للمريض يعني ممكن تعمل سايد إيفكتس كتير سيئة ممكن تعمل مثلا زي تقرحات وصير فيه بليدينج والمريض يصير مثلا يعاني من أنيمي وعاني من مشاكل كثيرة فالأفضل إنك تعالجها وكل ما عالجتها أنت بتقلل من الركرانس من عودة هاي البكتيريا فبحكي لنا مثلا هنا أنه نسبة الرجوع يعني بدل ما أن تظل الركرانس عندك عالية لأنا بقللها هاي نسبة الركرانس وبالتالي أنا بعمل وبقلل من المشاكل أو الآثار الجانبية للألسر فالعلاج لل H-pylori بدنا من بالإضافة حكينا لدواء للألسر إيش هم الأدوية اللي بعطيهم هم أدوية نسميهم الـ والعلاج الثلاثي فبدنا دويين أنتمايكروبيا وبدنا دواء للأسد اللي هو البروتون بومب انهيبتر عادة نستخدم البروتون بومب انهيبتر اللي هو الاسم البرزول النيكسيوم فبدنا تنين أدوية يعتبروا أنتبيوتك زي كلياريثرومايسين والأموكسسلين هدولا رح نحكي عنهم في شابتر الأنتي مايكروبيا يعني رح أشرح الميكانيزم أوف أكشل اللي لهم هناك يعني حفظوهم حفظ من هون لكن الميكانيزم رح نشرحها لاحقا فعنا الكلياريثرومايسين والأموكسسلين هدولا يستخدم هدولا عبارة عن أنتي مايكروبيا بنعطيهم لعلاج الببتيك ألسر لكن استخداماتهم قلت فمثلا الأموكسسلين الريزيستانت إله زادت الريزيستانت إله زادت صارت البكتيريا تقاومه أو في بعض الأحيان ممكن تلاكو المريض عنده حساسية لأنه من مجموعة البنسالين فالمريض صار في عنده حساسية البنسالين فقل استخدام الأموكسسلين ممكن أعطي بداله الميترونيدازول برضو رح نحكي لاحقا الميكانيزم تبعته واضح فهدول احفظوه محفظ من هون والميكانيزم شاء الله بنحكيها لك قدام حتى الكلياريثرومايسين استخداماته قلت صار يروح لأدوية أخرى بسبب أنه الكلياريثرومايسين ممكن يأثر على السايتوكروم انزيم اللي في الليفر فبيأثر على المريض إذا كان مااخذ أدوية أخرى فممكن يعمل دراج دراج انتر اكشنز يعني استخداماته لزمان كانوا يستخدمهم لكن حاليا صارت الدكاتر تتجه نحو أدوية الريزيستانت إلها أقل والسايت ايفكت اللي عند المريض إلها أقل فعلى الكلياريثرومايسين والأموكسسلين أو بدل الأموكسسلين ممكن نستخدم الميتروندازول إذا كان المريض عنده حساسية للبنسالين أو إذا كان البكتيريا عمل تلوريزيستان فبعطيهم تقريبا لمدة أسبوعين والبروتون بومب انهيبيتر بضل ماشى عليه من شهر لثلاث شهور حسب حالة المريض في بعض الأحيان المريض ممكن ما يتحسن على هاي الأدوية فبضف له دواء رابع فبسميه كويدرابل ثيرابي كويدرابل ثيرابي يعني علاج رباعي فبنضف له البزمة سبصل صليت بنضف له مين البزمة سبصل صليت هذا الدواء فبيعمل زي يعني زي طبقة هلامية أو طبقة من الجل على منطقة الألسر وبيحمي الاستومك من زيادة الألسر أو البن اللي بيحس فيه المريض فعلاج الـ يائما بالتريبل ثيرابي علاج ثلاثي باستخدم تنين أنتيبيوتكس مع بروتون بومب انهيبيتر وفي بعض الشركات الأدوية صارت تحطهم كلهم في دواء واحد ممكن المريض يشتريهم كل واحد لحاله يعني دواء كلاريتروميسل لحال أو مكسسل لحال بروح باشتري مثلا علبة نيكسيوم اللي هو الإيزوم البرازول أو ممكن في بعض زي ما حكينا الشركات الأدوية كلهم حطتهم في بكية واحد وإذا ما تحسنش المريض بعد هالشهر أو ثلاث شهور منضف له الدواء البزمة فبصير إكويدرابلثيرابيل هو علاج المباعي واضح لهون شكرا للمشاهدة